بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الفتوحات اليسرية في شرح عقائد الأمة المحمدية وانتهينا من شرح عقيدة العوام للشيخ أحمد المرزوخي وما زلنا في أواخر الخريدة البهية للشيخ أحمد دردير وتكلمنا في الخريدة على الألوهيات وانتهينا منها والنبوات وانتهينا منها واليوم القسم الأخير وهو السمعيات صفحة مئة وسبعين في الكتاب صفحة مئة وسبعين في الكتاب قول المصنف ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبية والحور والولدان ثم الأولية وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثر من ذكرها بالهدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتابي يبقى هو بيذكر أن الأمور السمعية وهي الأمور الغيبية التي لا يعلمها الإنسان بعقله مهما تدبر فهذه أمور غيبية نحتاج فيها للوحي فماذا بعد الموت ماذا بعد الموت هذا لا يدركه ولا يعلمه أحد لأن محدش بيموت ويرجع لنا يكلمنا يقول لنا وبالتالي مهما تفكرت وتدبرت ماذا بعد الموت لن تعرف ولن تصل فربك سبحانه وتعالى يسر علينا الأمر وأرسل إلينا يرسل وأخبرهم لماذا خلقنا وماذا يريد مننا وماذا بعد الموت فماذا بعد الموت هذه أمور غيبية نسميها السمعيات يعني سمعناها من الأنبياء الصادقين في البلاغ عن ربهم ولم نرها بالحس بعد لأننا لم نمت بعد وفي أشياء أيضا لا نراها ونحن أحياء يقول لا أكسم بما تبصرون وما لا تبصرون أخبرنا أن في ملايكة إحنا ما شفناش الملايك أخبرنا أن في جن وأن شفناش الجن وبالتالي هو يخبر بأشياء لا نبصرها حتى في حال حياتك الدنيا حتى في حال حياتك الدنيا في أمور لا تبصرها ثم بعد الموت ماذا في القبر وماذا يحدث في القبر وماذا أحوال الناس في القبور ثم ماذا بعد البعث والنشور كيف يتم الحساب وماذا بعد الحساب وكيف الطريق إلى الجنة أو النار وكيف يدخل الجنة والنار وما هي أوصف النار وما فيها وأوصف الجنة وما فيها كل هذه الأشياء سمعيات يسموها إيه؟ سمعيات لأننا خدناها بالسماع لا بالعقليات يعني وقال لك الأول أحكام حكم العقل لأن العقليات تدرك بها كمالات الإله وكمالات الرسل وتنفي بعقلك النقائص عن الإله والنقائص عن الرسل هذا بعقلك ثم إذا تدبرت بهذا بعقلك وجدت أن القرآن أيضا يوافق ما جاء في العقل أن الله سبحانه وتعالى من حيث الكمال المنتهى منزحا كل نقص وموصوب بكل كمال حتى أن الوصف الكمالي لله عز وجل حيث إدركنا فالله فوق إدركنا يعني الله فوق حتى الكمال الذي ننسبه إليه لأن كماله لا يتصور وبعدين أدركنا أيضا أن الأنبياء قولي إيه فطانة وأصحاب أمانة وصادقين ومبلغين كل دم القرآن وأدركنا أيضا أن يستحيل عليهم هذه الأشياء العكس ما سبق يستحيل عليهم الخيانة الكتمان البلادة أو يستحيل عليهم الكذب فكل دي أشياء عرفناها بالعقل لكن السمعيات العقل منوش السبيل فيها وعشان كده اللي يجي يقول لك من المفكرين اللي نشوفهم والصحفيين والناس اللي هي عندهم جدال بلا داعي يقول لك ما فيش حاجة اسمه معذب القبر فيش حاجة اسمه السعبان الأقرع فيش حاجة اسمه مش عارف إيه احنا سجلنا في القبور لا شفنا سعبان ولا شفنا حساب ولا شفنا عمل وحطينا كاميرات ما صورتش حاجة كل دي بلاها كل اللي بتقوله ده بلاها يا قبلة لماذا؟ لأنك حتى لو حطيت فيه أشياء خارج نطاق التصوير بتاعك أصلا وفيه أصوات خارج نطاق ما تسجل لأن فيه حاجة اسمها فوق صوتية وتحت صوتية يعني موجات الصوت فيه جزء معين منه بتسمعه وفيه جزء فوق ما تسمعوش وتحته ما تسمعوش أنت نفسك وانت عايش مستسمع دقات قلبك وهو بيدق جواك لأن دقات القلب فوق صوتية لا تستطيع سمحها ولو ربنا خلنا نسمع نسمع صوات قلبنا وتدفق الدم فينا ما كناش عرفنا النام من الدوشة هتلاقي شلالات جواك وحركة أمعائك طول نار قعدت زغور هتعرف تعيش كل واحد كأنه ماشي ما كان ماشي لكن الله سبحانه وتعالى أخفى عن هذه الأشياء ولها صوت بدليل أن فيه أجهزة طبية بتقدر تسجل هذه الأصوات يبقى ليس كل ما لا تسمعه معنى غير موجود وليس كل ما لا ترىه معنى غير موجود لأن انت لك قدرة على الرؤية معينة وقدرة على السماء معينة وهشكده دي السمعيات اللي يلزم الإيمان بها لأن أخبار بها مين الأنبياء اللي هم الصادقين المبلغين عن الله وعرفنا علامات النبي وأنه جاء بالمعجزة وأنه شخص معلوم النسب كامل الخلقة وأنه من بني آدم وعرفنا أسماء خمسة وعشرين منهم وعرفنا أفضلهم الخمسة أولي العزم وأفضل الخمسة هو سيدنا محمد عرفنا كل دي المعلومات في الجلسات السابقة ثم تناولنا بعض الآيات التي توهم في ظاهرها بنقص الأنبياء وأولناها بالطريقة التي نفهمها لأن اللغة وسعة حتى لا نسيء فهم الأنبياء ووصمهم بما لا يليق من بعض ظواهر الآيات حتى نعلم كيف ننزه الأنبياء من وصف الأغبية ثم بعد ذلك نتكلم على الأمور السمعية لأن العقائد تنقسم إلى ثلاث أقسام لولوهيات نبوات سمعيات فده القسم الأخير قول المصنف يلزم الإيمان بالحساب وجب الإيمان بالحساب والقيامة وهو أمر سماعي أخذناه عن طريق الوحي كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وقال مالك يوم الدين يبه في يوم الدين يعني يوم الحساب وهو يوم الحساب وهو يوم القيامة والحساب يكون بعرض الأعمال على العبد منذ أن بلغ التكليف إلى أن مال ما بيسجلكش إلا لما تبلغ التكليف قبل كده ما فيش تسجيل يبدأ التسجيل عليك من أول التكليف والتكليف ببلغه الحلم أو الحيد للمرأة فإلا لم يحتالم والمرأة لم تحد يبقى من سن 15 سنة واضح؟ يعني لما يحصل كمال الإدراك يبتدي يسجل عليك أعمالك وأحوالك بالصوت والصورة والحساب أقل حساب هو عرض الأعمال بس لو ناقش يبقى منقشة الحساب بداية العذاب لكنه ممكن يعرض عليك بس وبعين ولك يدخل الجنة يبقى الحساب أدنى ما فيه هو إيه؟ أدنى ما فيه عرض الأعمال بس تبدأ الصعوبة بالمناقشة فليس كل إنشان يناقش عذاب عشان كده إيه فسوف يحاسب حسابا يسيرة وينقالب إلى آله مسرورة الحساب اليسير هو عرض الأعمال دون مناقشة ولا لوم ولا عتاب عشان يبين لك كما الفضل عليك فكما سترك في الدنيا سترك في الآخرة وكما لم يلومك في الدنيا لا يلومك في الآخرة فيصبغ فضله عليك وإيه؟ لأن الإنسان بينسى طبيعته بينسى يمره يقول له إذا كنت ناسى فكرك يفكروا كل حاجة تشوف سريط حياته كلها منذ بلغها إلى أنمال يشوفوا كده كأن صوت وصورة في كل موخف ده عرض الحساب وده يحصل لكل الناس في بقى ناس يتعرض حسابهم وتخش على الجنة على طول وفي ناس يتعرض عليها الحساب قفوهم إنهم مسؤولون يبتدي يسأله بقى ويجيب له كل لقطة معينة ويوقف عليها يقول له شوف ويلوموا عليه ويجيب له لقطة تانية ويوقفوا عليه شوف ويلوموا عليه لحد ما تكترى اللقطات يعرف أنه هو إيه؟ يعني في موقف صعب يبقى يوم عسير في إمت؟ والحساب يكون بعرض الأعمال على العبد منذ أن بلغ التكليف إلى أن مات إلا أن يكون مجنونا أو قبلها أو مات طفلا لأنه دول غير مكلفين المجنون والقبلها واللي مات طفل واللي ما عندهش حواس تقدر توصله زي الديف ميوت لا بيكلم ولا بيسمع يبقى ما بلغتلوش الدعوة يبقى ده غير مكلف ديف ميوت طب اخترعنا طريقة أنه إحنا نخليه يسمع وزرعنا له إيه؟ قوقاعة الوقت يزرعه قوقاعة قوقاعة كده داخل الأزن عشان يحول الأصم ده إلى إيه؟ سميع لو فرد أننا عملنا كده تحول إلى مكلف لأنه بلغه التكليف كويس؟ لو واحد فرد أنه قول إلى أعمى وإيه؟ وأصم وأبكم يبقى غير مكلف غير مكلف مش هيتسجله حاجة ولما يموت هيدخل الجنة خلاص غير مكلف تفهمت؟ وكذلك القبلة اللي هو المجنون فاقد للإدراك طول عمره لكن فيه مجنون متقطع يعني يجي له نوع من الجنون بسبب إيه؟ أحوال نفسية معينة فترات معينة من عمره فترات تانية عاقل يبقى مكلف في فترة إيه عقله ومرفوع عنه التكليف فترة جنونه فهيحسب على فترات عقله بس واضح؟ مات طفلاً غير مكلف مفيش تسجيل مفيش حساب فهمت بقى؟ ما بلغوش الدعوة عاش ومات في مكان نائي وقاعد يأكل ويشرب ويعيش حياته العادية لحد ما مات ولم يعبد صنماً ولم يسجد لإله دون الله ولم يخطر على باله أنه قضية الألوهيات دي ما خطرتش على باله ومات يدخل الجنة غير مكلف لكن إفرد خطر على باله فعبد غير الله يبقى غير معذور يبقى غير معذور لو عبد غير الله يبقى غير معذور لكن لو عاش في حتة موصلة ومعبدش غير الله وعبدش حاجة خالص عاش كده زي دواب بالأرض يأكل ويشرب لحد ما مات يبقى ده من أهل الجنة مش مكلف في إمتى بقى؟ إلا أن يكون مجنونا أو أبلها أو مات طفلا فلا حساب عليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الطفل حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فكل المكلفين من الإنس والجن يحاسبون ما عدا من ذكرنا ومن لم تصل إليه الدعوة لا يحاسب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عندنا أهل الفترة اللي هم لم يتم رسول نوعين نوع ناجي ونوع غير ناجي النوع الغير ناجي هو الذي عبد إله من دون الله ده غير ناجي لأن المفروض عقله كان يوصله لو فكر إنه ما فيش الليلة هو واحد لأنه لو كان فيهما اثنين لا فسدت وهي ما فسدتش فكان عقله المفروض يوصله للتوحيد لما يروح يعبد حجر ما ينفعش يعبد صنم يعبد نفسه يعبد حشرة يعبد ماء يعبد نار يعبد نبات شجر كل دول إيه؟ لأنه خالفه العقل السليم لما فكر فكر غلط طيب واحد ما فكرش وبليف ناثنج والموضوع ده لا يعينيه وعاش على هذا هو ده اللي ناجي عشان كده لقينا أن فيه مجموعة من أهل الفترة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم في النار قال عمر بن لحي رأيته في النار وهو كان من أهل الفترة لماذا؟ لأنه هو الذي جلب الأصنام فهم؟ لكن أباء النبي لم يسجدوا لصنم ولم يشربوا خمر ولم يزنوا ولم يعبدوا حاجة برضه يعرفوا الله بس لكن إيه؟ عايز مني إيه؟ ما أعرفش فأقول دول ناجون يبقى فيه من أهل الفترة ناجي وفيه من أهل الفترة إيه؟ في النار زي ما جاء أحد إيه؟ الصحابة الأعراب قالوا للنبي أين أبي؟ قال أبوك في النار لأنه عبد أصنام عارف لو كانش عبد حاجة كان يبقى ناجي لأنه ما جالوش نبي طيب اللي عبد ليه غير ناجي؟ لأنه أمعن عقله بمقدمات خطأ فاستدل أنه إيه؟ أنه هناك إله مع الإله يبقى هنا يتحمل بقى تفكيره في إمد؟ لأن ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تبقى عارف كده أن أهل الفترة نوعين نوع لم يعبد شيء حتى مات ده ناجي ونوع آخر عبد من دون الله غير ناجي والحساب قد يكون بعرض الأعمال فقط وقد يكون بعرض الأعمال ومناقشتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب لأن أنت عارف إن ستنا عائشة لما إيه؟ لما نزلت فسوف إيه؟ النبي يقول من نوقش الحساب فقط عذب فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يقول الله فقد فسوف يحاسب حسابا يسيرة؟ يعني هل كلامك ده يناقض الآية؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم إيه؟ ذلك العرض يا عائشة يبقى الحساب اليسير إيه؟ العرض بلا مناقشة فهمت بقى إزاي؟ والحديث في البخاري كلنا عارفينه اللي أرى البخاري يعني وعرض الأعمال في ألف كده في وسطها كده تشيلها لأنها خطأ مطبعي عرض الأعمال في ألف كده بعد الآ الآ إعمال شيل إيه دي شيلها عشان الطبعة الجاية إن شاء الله نصلحها وعرض الأعمال هو أن ترى ذنوبك ومعاصيك فيقول لك سترتها لك في الدنيا ويغفرها لك في الآخرة فهذا يسمى دخول الفائزين ونعرف أيضاً أن سبعين ألفاً من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير عرض حساب كمان يعني في سبعين ألف هيدخلوا حتى ولا عرض حساب اللي هم السبعين ألف اللي قالهم في صحيح المسلم وفي إيه وفي البخاري وأولهم أبو بكر الصديق ومنهم عكاشة بن محصن وكل واحد من السبعين ألف النبي صلى الله عليه وسلم سأل رب أن يزودهم شوية فقال له يا حبيبي مع كل واحد من السبعين ألف يشفع في سبعين ألف يأخذ معه سبعين ألف كمان ربنا رحمته وسع فيبقى السبعين ألف دول هيدخلوا وكل واحد من السبعين ألف هيشفع في سبعين ألف يأخذهم معا فيمت دول بلغ حساب ولا عرض حتى ولا العرض فيمت كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى من غير السماع كنا نعرف الأخبار دي كلها ممكن توصلها بعقلك تنام كده تحلم تتصور وتقول ما ينفعش فدي أمور محتاجة واحد محتاجة نبي يجيح كلم فيمت وكل واحد من السبعين ألف يشفع في سبعين ألف يأخذهم معا وكل ذلك بباركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد كده الحشر وهو حشر الأجساد إلى المحشر بعد أن تبعث من القبور إذن هناك ثلاث أحداث متعلقة بيوم القيامة البعث والحشر والنشر البعث هو بعث الأجساد من القبور والحشر سوقها للمحشر والنشر نشر الكتب بقى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب يبقى عندنا حاجة اسمها بعث وحشر ونشر كل واحدة بتحكي حال بعث يعني يخرجه من القبور والحشر يتوجهه إلى مكان المحشر اللي هو مكان أرض الحساب وبعد كده إيه النشر إيه إنه يأخذ كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب واضح؟ أي نشر الصحف كل ذلك سمعيات أخذناه من الأنبياء عن ربهم قول المصنف العقاب والثواب طالما هناك حساب فهناك عقاب وثواب جنة ونار وأن الحشر جسماني روحاني خلافا لبعض الفلاسفة الذين قالوا إن الحشر روحاني وليس جسمانيا فكفر لأن الفلاسفة فكروا قالوا الجسمان ده كلته الأرض خلاص والروح هي اللي بقية يبقى الحشر للأرواح مش للجسمان لا إحنا قلنا بقى إيه من الأنبياء قالوا لنا لا ربنا يبعى اسمعهم في القبور ويعيد أكسامهم مرة أخرى من عجب الزنب وينزل عليهم مطر مطر الحياة فيبقى عجب الزنب ده هو الذي يبقى من جسم الإنسان بعدما يتحلل كله ودي نقطة صغيرة جدا كالحبة الصغيرة للنبات في عجب الزنب اللي هي يسموه العصحص في العصحص داخل العصحص اللي هو آخر فقرة في العمود الفقرة داخلها قلبها عجب الزنب فجل جسم الإنسان يبلم عادها دي تبقى ينزل مطر الحياة في آخر الزمان ينبت جسم الإنسان منها كما تنبت الشجرة من الحبة فإذا نبت جسم الإنسان وكمل يخرج من أبره فهمت بقى يجي البعث يبقى البعث عند المسلمين جسماني روحاني جسماني روحاني خلافا لبعض مؤمني الفلاسفة اللي آمنوا بأن في إله وأن في حساب وأن في عقاب وفي جنة وفي نار وفي تكليف قالوا أن كل الأمور دي ستكون روحية وليست جسمانية خلافوا ما علي الحق ليه لأن اعتمدوا برضو على عقلهم فاعتقادنا أن الحشر جسماني روحاني حيث ينبت ربنا الأجساد من عجب الذنب وهو العظمة الأخيرة الصغيرة التي في آخر العمود الفقر فهي البذرة التي تنبت الجسم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل من ابن آدم عجب الذنب كما حرم على النار أي نار عصاة المؤمنين أن تحرق موادع السجود والأرض لا تأكل أكسر الأنبية والأولية والشهداء والصادقين وأهل القرآن الصادقين والمحبين وقيل كثير الذكر لله أيضا وفي الحشر تحشر الوحوش غير المكلفة أيضا لأن ربنا قال وإذا الوحوش وحوش يرد فهي الوحوش مكلفة يحشرها ليه لأن بعض الوحوش أقوى من بعضها فالقوي يجور على الضعيف فربنا يحشرها لقيام العدل الضعيف يقد حقهم القوي وبعد كده تبقى تراب تعود ترابا مرة أخرى ساعتها الكافر يقول إيه يا ليتني كنت ترابا فإذا الوحوش حشرت حتى يقتص الله للشاء العجماء من الشات القرناء ثم بعد أن يقام العدل يقال لجميع غير المكلفين كونوا ترابا فيقول الكافر حينئذ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يبقى عندنا الحشر والعقاب والثواب والنشر والسراط والميزان النشر نشر الصحف وإذا الصحف نشرت ويقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة ولقوله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية فأهل الإيمان كلهم يؤتون كتابهم بأيمانهم ولو كانوا عصا كل المسلمين ولو أهل معاصي كل من يقول إلى الجنة ولو بعد حساب ودخول نار يأخذ كتابه بيمين واللي يأخذ كتابه بشماله هيبقى يقول إلى النار خالد فيه يبقى كله هيأخذ كتابه بيمين وكل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله بغض النظر عن عمله إيه وبعد الحساب بقى نشوف هل فيه سبقة عذاب وبعدين يدخل الجنة يبقى أخذ الكتاب بيمين معناه إيه النجام الخلودي في النار وليس النجام المطلق دخول النار فهم يعني كأن بشارة أنت حتنجو هل تنجو نجاة الفائزين ولا تنجو نجاة المحاسبين تحتمل فينتظر بقى حسابه فهمت بقى لكن كله مفيش مسلم أو موحد مات على التوحيد والإيمان بالله والرسل مهما عمل من أعمال معاصي ومات على هذه الشهادتين يؤتى كتابه بشماله آباد هيأخذ كتابه بيمين فهمت لكن نار المؤمنين العصاغر نار الكفار دي نار ودي نار النار بتاع الكفار لها خصائص ربنا ذكرها ايه في القرآن كلما نرج الجلودون بدلناهم جلودنا يأكلوا فيها ويشربوا فيها ويتخنقوا فيها وما يموتوش فيها لكن نار التنقية للمؤمنين لا ما فيهاش لأكل ولا شرب أول ما يدخلها يتحرق كله ويموت ويتفحم مع عدم وضع السجود لحد ما ييجي الوقت إن ربنا يبعط له شافع يخرجه فينبتوا على أنهار الجنة لحمه ثم يدخل الجنة يبقى نار المؤمنين غير نار الكفار نار المؤمنين في أعلى النيران على سطح جهنم كده الطبقة العليا خالص دي نار المؤمنين لكن التانيين في النار ايه دركات بقى تحت عميقة دي نار الكفار ويدخل النار للتنقية ثم يخرج منها إلى الجنة ومنهم من يدخل الجنة بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد استحقاقه للنار ومنهم من يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين والملائكة وشفاعة رب العالمين ومنهم من يرتقي في الجنة بعد دخولها بشفاعة النبي كل دي أنواع ثم نؤمن بالصراط وهو الطريق الموصل إلى الجنة وهو على ظهر جهنم وهو الصراط وهو طريق على ظهر جهنم يؤدي إلى الجنة وأهل النار المخلدين فيها لا يعبرون الصراط أما المؤمنون فيعبرون الصراط ويسقط أهل المعاصي من المسلمين في نار التطيير ثم يخرجون منها إلى الجنة ويتفاوت الناس على الصراط وتتفاوت أعمالهم الصالحة فكلما كنت مسارعا لأعمال الخير في الدنيا كلما كنت سريعا على الصراط لذا وجب عليك المداومة على العمل الصالح دون تقطيع حتى يدوم نورك على الصراط دون تقطع لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل عند الله أدوامها وإنقال لأن المداوم هو اللي يفضل نوره دائم على الصراط لحد ما يوصل والمتقطع نوره ينور ويقطع وينور ويقطع زي ما كان بيصلي ويقطع ويأسى ويتوب فهمت؟ فهمت أنت إيه؟ المداومة على العمل الصالح ولو قليل يضمن لك دوام النور على الصراط لأنه دي طريق مظلم ضيق ضحض مازلة يعني مدحضر وضيق ومظلم وتحت نار فلو ما كانش فيه نور حتقع المؤمن الصالح نوره كتير والطريق قدامه واسع وسرعته على إيه بقى؟ على قدر مسارعته اللي طاعت الله أنت بتسمع حي على الصلاة بتقوم على طول يبقى أنت مسارع تبقى سريع الصراط واحد تانا يسمع حي على الصلاة يقول بعد ساعة بعد ساعتين كمان شوية يقوم بقى إيه؟ سرعته بطيئة بقدر إيه؟ بسرعة استجابته فهم؟ الصراط للناجي متسع وسهل وللذي كتب عليه السقوط أحد من السيف وأدق من الشعر ضحل مزل أي يزلق صاحبه عليه فالصراط مخلوق يتكيف لكل إنسان على حسب إيمانه وعملي في الدنيا فمنهم من يسير كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجاويد الخير ومنهم كأشد الرجال ومنهم من يكبو ومنهم من يحبو فأنواع السائرين على الصراط ناجي مسلم مخدوش مسلم مكدوث في نار جهنم لذلك قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية يعني كل المؤمنين وكل أهل المحشر لابد أن يرد على النار ورود المرور على الصراط قوله الميزان والميزان له كفتان كفة على يمين العرش وكفة على يسار العرش والتي على يمين العرش توضع فيها الحسنات والتي على يسار العرش توضع فيها السيئات قول المصنف والحوض والنيران والجنان الحوض لكل نبي حوض يشرب منه أتباعه أوسعها وأفضله وحوض سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث ذكره فقال من بري على حوضه والحوض زواياه سواء يعني أضلعه متسوية على شكل مربع طول الضلع مثل صنعاء اليمن إلى إيلات شوف صنعاء لحد إيلات اللي هي موجودة في فلسطين ده طول الضلع كيزانه كعدد نجوم السماء وحوضه صلى الله عليه وسلم خاص بأمته والحوض قبل الصيراط في أرض المحشر وقيل أنه بعد العبور وقبل دخول الجنة وقبل الحساب فيبعث الناس عطاشا وحر شديد وزحام وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض ماءه أحلى من العسل من شرب منه لا يضمأ بعده أبدا والصحابة يسقون الناس وكل ولي من الأولياء يسقي أتباعه ففي الوقت الذي يكون الناس فيه في كرب عظيم تكون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نشوة وفرح ولا يشعرون بتلك الأهوال وماء الحوض من الكوثر والكوثر نهر من الجنة أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم ينبع من سدرة المنتهى ويصب ماءه في الحوض وفي الجنة النار مخلوقة ونقوها سبعون خريفا يعني لو رميت حجر على حفة النار يمشي سبعين خريف بسرعة الضوء لحد من يصل للقاع ولو ألقيت من فوقها حجرا فيستغر السبعين سنة حتى يصل إلى قاعرها وهي دركات ولذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أعلى طبق من النار هي النار التي تطهر المؤمنين فإذا خرج منها كل المؤمنين فنت وباقي النار لا تفنى يبقى الناس اللي قالوا بفناء النار يقصدوا نار التنقية اللي قالوا بفناء النار واللي قالوا بدوام النار قصدوا نار الكفار والنار مخلوقة خلافا للمعتزلة المعتزل بيظنوا إيه إن النار لسه مش مخلوقة عشان لسه قيامة ما قمتش فربنا ليه إخلقها بها ما لاش لازمة إخلقها لما اليمة تقوم ده مخهم قال لهم كده لا هي مخلوقة وعردت على النبي وشف أهلها فيها كمان والجنة مخلوقة وعردت على النبي شف أهلها فيها لكن أنت في كوكب الأرض أنت في ماضي صحيق للأكوان فإذا انتقلت من هذه الشريحة الزمكانية وانتقلت إلى المستقبل البعيد أوي في السماء السابعة لو وجدتك إيه أهل الجنة في الجنة ووجدت أيضا أهل النار في النار لأن أنت محصور في شريحة زمكانية معينة اللي هي فترة الدنيا أول ما تخرج الروح تخرج من هذه الشرائح كلها فترى كل حاجة ترى كل حاجة وهشاكرة من مات قامت قيامته لأن ربنا هيطلعه على كل الشرائح فيشوف نفسه هو في القبر ويشوف نفسه بعد البعث والنشور حيباقي شوف نفسه على استراد شكله ويشوف نفسه في جنة أو نار حيباقي فهيشوف كل حاجة ويفضل محصور في برزخه بنظري على حال القبر لكن هو شايف الباقي فهمت وعش الجراري معنى من مات قامت قيامته لأنه أدرك كل حاجة شفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لكن كل شيء موجود كل شيء موجود وانتهى كن فيكون كله تم فهمت والنار مخلوق خلافا للمعتزل لأن النبي رأيها وحدثنا عنها وعن من يعذب فيها فالمعتزل أهله بدعة ولكنهم ليسوا كفارا بل هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خلافوا الإجماع مشكلة المعتزل أنهم أعملوا عقلهم وابتدوا يفهم النصوص بعقلهم ويأولها على عقلهم فهمت فدي مشكلة المعتزل لكن أهل السنة جعلوا العقل أداة لفهم الوحي وليس للحكم على الوحي المعتزل يخلوا العقل يحكم على الوحي فلابد يبقى عندك السقف بتاعك والوحي يليه العقل ليدركه ثم بعد ذلك العقل بعدما أدرك يبتدي يوجه نفسك للاختيارات التي تطيع بها مولاك ويبعدك عن الاختيارات التي تعصى بها مولاك كأن العقل قاضي بيقضي على النفس تمشي في أي جهة بعدما نظر الوحي وأدركه وعرف المصلحة فين بعد كده يبتدي يوجه النفس يقول لها امشي شمالة وامشي يمين وعشان كده العقل مناطه التكليف فلو ذهب العقل ايه ذهب التكليف وكل يعذب في النار على قدر عمله والخلود لا يكونوا إلا للكفار يبقى حتى نار الكفار ليست سواء لكل الكفار هي سواء من حيث الخلود لكن تفاصيل العذاب فيها يختلف ده كافر شرير وده كافر طيب كافر طيب ما أزاش حد ومات على الكفر يبقى عذابه على قد ايه على قد ما فعل طيب واحد تاني كافر قتى الملايين مملينا من الناس مجرم كبير هتلر مسليني لينن قتلوا تسعين مليون واربعين مليون وسبعين ايه ده مش هيجي زي واحد كافر ما قتلش ولا حاجة فهمت وبالتالي تفاصيل عذاب الكفار في النار على قدر أعمالهم يتفوتون لكن الكفر يجعلهم مؤبدين بس في النار يبقى الكفر يستجعي التأبيد أما تفاصيل العذاب في النار على حسب أعمالهم فهمت بقى والخلود لا يكونوا إلا للكفار وعشان كده قالك التي تطلع على الأفئدة يعني هذه النار تطلع على ما كان في أفئدتهم من شر وتعمل لهم عذاب على قد اللي في قلوبهم من غل وحسد وحقد وشر يبقى 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 تطلع على الأفئدة تاخد الحجم الشر اللي فيها تحولوا النار حواليهم فكلما قل الشر قلت النيران حول وكلما زاد الشر زاد حول تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة يعني مغلاقة ما يخرجوش منها في عمد ممددة فإنها تطلع على أفئدة العباد فتعذب كل واحد على قدر كفري وعملي وذنوبي ومعاصيه وهي ليست كنار الدنيا وهي أشد من نار الدنيا بمئة ضعف وإن وقودها الناس والحجارة ونار عصاة المؤمنين تأكل كل من يدخلها من العصاة فيصيرون فحما إلا مواضع السجود حتى يحين وقت خروجين بشفاعة الشفعين فيخرجون وقد امتحشوا كالفح امتحشوا يعني إيه يعني يعني جفوا وصاروا كالفحمة هذه امتحشوا يعني شدة الجفاف وقد امتحشوا كالفحم ويبقون على حافة نهر الحياة ويلقون أو ويلقون على حافة نهر الحياة بالجنة فينبتون تدريجيا حتى تعود إليهم أجسادهم وحواسهم ليستمتعوا بالجنة وما فيها من النعيم أما الجنة يبقى كلمك على النار وعرفك اللي فيها وأنها نارين نار مؤمنين ونار كفار أما الجنة فيها درجات وأعلىها الفردوس الأعلى وأعلى الفردوس الوسيلة وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى النس في الجنة فهو أعلى الخلق على الإطلاق وإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإن أقل أهل الجنة له مثل عشرة أضعاف الدنيا ويزيد ولهم ما يشاءون عند ربهم فلا تحتاج إلى التعامل مع الأسباب لأنك في دار القدرة فكلما شئت شيئا وجدت لهم ما يشاءون عند ربهم يعني كلما تخيلت شيء واشتقته وجدته أمامك ليه لأن أنت في دار كن فيكون ما فيش بقى إيه عايزي بعندي بيت أروح اشتري أرض وأجيب عمال واشتري مش عارف إيه وبنيين وأعمل الديزاين وأشرف عليهم لا ما فيش دا كل هي مجرد تشاء أني بقى ليك قصرة تلاقي إيه ومفروش جاهز بأهله بخدمه في لحظة هذه معنى لهم ما يشاءون عند ربهم ليه لأنها دار القدرة وفي الدنيا دار الحكمة توقفت على الأسباب فالحكمة أسباب تحجبت فيها القدرة فنقاب الحكمة كشف في الجنة فصارت القدرة فعيلة في الحال بدون سبب والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولية لازم تؤمن بهؤلاء جميعا الجن وهم كائنات لطيفة خلقهم الله من نار توصب بالذكور والأنوثة وهم مكلفون عقلاء يتناسلون ويتوالدون ومكلفون بالشرع الشريف فمنهم كافر ومنهم مؤمن يروننا من حيث لا نراهم والعفريت نوع من الجن كثير الزكاء والحركة والقوة قال عفريت من الجن وهم يعيشون معنا على الأرض من حيث لا نراهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ومن ادعى أنه يرى الجن على صورته فهو مخالف لما قاله القرآن والجن قادر على التشكل على الأشكال الشريفة وغير الشريفة قادر على التشكل في الأشكال هي عالة دي خليها فيه في الأشكال الشريفة وغير الشريفة وغالبا ما يتشكل بصورة الكلب الأسود والحية وبعد نزول القرآن والذكر والأذان يخافون أن يتشكلوا مخافة أن يحبسوا في الصورة التي تشكلوا فيها فلو قتل فيها مات يعني الجن لو تشكل في صورة محسوسة رأاه ابن آدم فقتله في هذه الصورة مات وبالتالي يخاف الجن أنه يتشكل لأنه كده كان يحبس نفسه في صورة لو تمكن منه فيها مات فيخاف الجن أنه يتشكل عشان كده وإن كان عنده القدرة على التشكل لكن تشكل الجن يتشكل ويحبس في الصورة بخلاف الملائكة إذا تشكل أحدهم في صورة لا يحبس فيها فهمت؟ بخلاف تشكل الملائكة الملائك لا يحبس في الصورة التي يأتي بالمثالية سيدنا جبريل جاء في صورة دحية الكلب وفي صورة رجل شديد بياد السياب شديد سواد الشعر جاء في صور كثيرة ورأاه الصحابة لكن هذه وتمثل لها بشرا سويا لستين مريم لكن لا يحبس في هذه الصورة وملك الموت جاء لسيدنا موسى في صورة رجل فدخل عليه في حجرته قال له ماذا تريد مني؟ قال له أريد أن أقبض روحك افتكروا من بني إسرائيل وقيتلوا فرح ادالوا بالألم على وجهه ففكأت عينه عين الصورة مش عين ملك الموت الحديث في البخاري طبعا بعد نزول القرآن والذكر والتعويزات والحاجات دي بقى يخاف الجن يتشكل ليه بقى لأنك لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتحرقها لو قررت قاية الكرسي اتحرقها وقلت الله أكبر يتحرق يخاف قبل القرآن الناس ما كانتش عندها التعويز دي فكان بيلعب بيهم زي ما عايز يطلع لهم في الصحرة في سورة عفريتة وفي سورة جن ويتعفرت بألوان مختلفة ويخوفهم ولما البني قررت بيخافه ويترعش كده يبقى هو بيتحكوا ومبسوطة أو بيخوفه عندهم جاء تفاهة كده لكن بعد القرآن والذكر يخاف يخاف منك أكتر ما يخاف من قبيلة من الجن يعني الجن الواحد يخاف من أنسي واحد كأنه قدامه قبيلة ليه؟ لأنه مستعيز بالله يعني عشان كده اللي يخاف من العفريت ايه؟ بيطلع له بيطلع له يعني وهمه وهمه هو اللي حيطلع له مش العفريت هو بقى خايف من العفريت ومش في الظلمة يطلع خياله هو في المرأة يفتكره في حد معايا في حد معايا في المرأة ويوه خيال بطلع له وبعد يجي شوية ريح يروح خابت في شباكل ايه؟ البلكونة يروح رازع ده داخل من البلكونة يا ابني ده الهوى يا ابني بطلع له فيعيش في الأوهام يعيش في الأوهام فهمت بقى؟ فناخد بالنا والحكاية أنا مبارح أبا أصلي قبل الفجر بنص ساعة بيتي مبارح بصلي أنا في البلكونة عشان الدنيا تبقى تراوى شوي وأنا باب عايز أنام فعايز حاجة تصيني كده تصحصح فبصت ليت حاجة رزعت في البيت جوه عندي في الشقة وأنا مفيش حد معايا وكل حاجة مقفولة تعجبت أول بس ما جاش في بالي عفريت خالص أول الله ما جاش في بالي عفريت لكن أقولت إيه ده السودة روحت خلصت ركعتين وعدت ألف في الشقة وأنور كده ما لقيتش حاجة خلص النهاردة بعد العصر بفتح إحتى القوض لقيت النجفة وقعت وقع على الأرض أتاري كم صوت النجفة الودي اللي ركبها ما زبطهاش في الجنش كويس فرحت وقع دش أنا بقى سمعت الدش دي قبل الفجر وقيت مش عارف مصدره لكن لأن أنا ما بخافش من العفريت عادي مشيت يومي عادي وكملت صلاتي ووترت وانزلت صليت الفجر وطلعت نمت عادي وكنت الواحدة في الشقة وبعدين في الآخر بدخل القوضة التانية علشان حشوف حاجة فبنور النور لقيت النور ما بنورش بس بنور بره والنور ما تقطعش وببص لقيت النجفة وقع على الأرض فعرفت التفسير بتاعه لو واحد منكو طبعا كان زمان مرعوب وفي ايه في صراية المجانين وقال له وقف فيعني ايه ما تقلقش ما تخافش عشان كده لي خاف من العفريت يطلع له يعني ايه يعني يطلع له وهمه توهمه هو اللي حيشوفه عفريت مفيش عفريت ده توهمه مش معنى كده مفيش عفريت ربنا خلق عفريت لكن العفريت يخاف يظهر لك فهمت ويخاف منك كمان لان انت مسلح بالذكر وهيه والتعويزات وكيفية خلقتك كسيفة لكن هو لطيف والكسيف أقوى من اللطيف فهمت الثاني لطيف كده يخدخل من الحيط انت تعرف تدخل من الحيطة لانه قوي كسيف كتلة يعني انت لو فكوا جسمك الكسيف ده الى طاقات يتخلق من جسمك ده ملايين الجن من واحد من البشر بس الطاقة المتكومة جوادي فيها لو حنحولها الى طيف يتخلق منه ملايين الجن وملايين الملائك شفت انت لما زر واحدة بس فجروها طالع منها طاقات ده دمرت قرى كاملة انت فيك مليارات من هذه الزرات فانت بقى متخافش بعد كده فهمت ادي السبب ان ربنا خلهم يروننا ونحن لنرهم السبب ايه ان احنا اقوى منهم بنيتنا حتى ولو كافر بنيته قوية بنيته بني آدم كسيف فهمت وبالتالي ما تخافش بقى بدل ايه ما عيشتو لعمرك ايه خايف من من القضى الظلمة ومن اليوم الثلاث ويوم تلتاشر والغراب والقطة السودة والكلب مش عارف ايه وعيش في اوهام كده يا مسكين يخرج من اوهامك دي وبعد نزول القرآن والذكر والاذان يخافون ان يتشكلوا مخافة ان يحبسوا في الصورة التي تشكلوا فيها فلو قتل فيها مات ولهم اعمار واعمار طويلة تصل الى مئات السنين وهم يحتاجون للماء في حياتهم لذلك قال صلى الله عليه وسلم استأذن الجن لي ان يردوا الماء ليلا فانهاكم ان تردوا الماء ليلا عشان كده في التراث المصر المعروف ويقول لك اول تروح تنزل البحر بالليل لجنية ايه تركبك الجنية واخد عيالها وبتحميهم بالليل وتجيب شوية مي تروح انت نازل بالليل تتغذ منك الجنية تروح بدي الدريق على افك فهمت لان الجن يرد الماء ليلا وبني ادم يرد الماء نهار دي اسم عدل كده وهم استأذنوا النبي صلى الله عليه قالوا احنا عايزين ايه ناخد حقنا من الماء وبني ادم ليل النهار بيردوا الماء اعمل لنا توقيت معاهم متفق لنا معاهم معاهدة فالنبي قال لنا الماء ليلا للجن ونهارا لكم يبقى في معاهدة بيننا وبين الجن عهدها في النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم من الجن ولذلك نهانا ان نستنجي ايضا بالرجيع الذي وروس بهائم الانس قال لانه طعام بهائم الجن يعني الجن ليهم بهائم زيهم برده مخلوقة من ايه من نار وبتاكل الروس اللي بيطلع من بهائم الانس فلديهم بهائم من نوعهم لا نراهم وقال لا نستنجي بعظم فانه طعام اخوانكم الجن ونهانا عن البول في الثقبة لانه من بيوت الجن كل تلك الاداب يعلمها المسلم من الوحي لان الجن جرانا في الدنيا عايشين معانا فهيبقى ما فيش دعيننا نأذيهم فهمت الملائكة والملائكة مخلوقات لطيفة خلقت من نور لطيفة يعني غير محسوسة ليست ايه من كتلة ليست كثيفة مخلوقات لطيفة خلقت من نور والجن مخلوقات لطيفة خلقت من نار كويس وهم معصومون من المعاصي والذنوب لذلك فإن التفاسير التي تذكر هاروت وماروت أنهم ملكان وعصوا وزنوا تفاسير غير صحيحة وإسرائيليات تخالف عقائد المسلمين لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا فلهم ما للرسل من الواجب والمستحيل العصمة والكمال والطاعة وعدم المخالفة وهم قادرون على التشكل في الأشكال الشريفة فقط فتمثل لها بشرا سويا عايزين نزود هنا حاجة مخلوقات لطيفة خلقت من نور لا توصف بالذكورة ولا بالأنوسة زود هنا لا توصف بالذكورة ولا بالأنوسة بخلاف الجن 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 في منهم ذكر ومنهم أنسة ويتزوجون الملائكة لا لا توصف بالذكورة ولا بالأنوسة ولا بالخنوثة فهمت برد وهم معصومون فلهم ما للرسل من الواجب والمستحيل العصمة والكمال والطاعة وعدم المخالفة وهم قادرون على التشكل في الأشكال الشريفة الجن يتشكل أشكال شريفة وغير شريفة لكن الملائكة لا تجيش إلا في أشكال شريفة فقط فتمثل لها بشرا سويا وجاء سيدنا جبريل عليه السلام بصورة الدحية الكلبي رضي الله عنه وجاء بصورة رجل جميل في حديث السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان وجاءوا لسيدنا إبراهيم عليه السلام بالبشرة وقدم لهم عجلا مشويا فلم يأكلوا واعلم أن الملائكة إذا تشكلت لتأخذ حكم الصورة بخلاف الجن إذا تشكل يأخذ حكم الصورة ولا توصف بالذكورة والأنوسة مذكورة كويس الحمد لله ولا توصف بالذكورة والأنوسة بخلاف الجن يبقى شتوبها كان حققت قدام بس لكن المصنف اللي أنا كتب أهمت أخر ولا توصف بالذكورة والأنوسة بخلاف الجن فمن قال إن الملائكة إناث كفر عشان كيرا قالوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون يبقى لا توصف تملي في الكلور كله اليهودي اللي استقر في أزان الناس وفي السينما العالمية الملائكة جي في سورة ايه امرأة لبسة سوبة أبيض وجميلة صح؟ تملي جي بالك في سورة أنسة ورقيقة الحال كده لأنه دي اعتقاد الكفار من اليهول وأشعه هذا الفكر في التراث العالمي كله فهمت بقى إزاي فناخد بالنا يسين حتى أفلام اسماعيل يسين كان يجيب لك بردو الملائكة في سورة ايه امرأة كده لبسة فستان أبيض أبيض ورقيقة وجميلة وحلوة وحاجة منه كل ده تراث خطأ لا يصح عند المسلمين اللي يعتبر الملائكة ايناس كفر واللي يظن أن الملائكة ذكور فسق خالف الاجماع تفهمت؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ايناسا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون ومن قال أنهم ذكور يقصدوا التكريم خرج عن الاجماع والخرج عن الاجماع يسموه ايه فاسق لهم هيئات ووظائف كثيرة منهم من يكون في الأرض ومنهم من يكون في السماء الدنيا إلى آخره حتى أن هناك ملائكة مهيمون عالون لا يدرون بشيء سوى ذكر الله وطعاته وأفضل الملائكة سيدنا جبريل ثم سيدنا ميكائيل ثم سيدنا إسرافيل ثم سيدنا عزرائيل عليه السلام ثم سائر الملائكة وكل إنسان له رقيب وعتيب من الملائكة يقيدون أعماله وليفارقونه إلا عند الجماع وقضاء الحاجة والغسل والتعارض لأن الملائكة تستحي ومن الحفظ يحفظونه من أمر الله بأمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه من السوء بأمر الله وهذا يسمونه تضمين في الآية وهناك ملائكة تحضر الصلوات مع المسلمين ومجالس الذكر ومجالس العلم وتقاتل مع المسلمين فهم كثير ولا يعلم جنود ربك إلا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قطت السماء وحق لها أن تقط قطت يعني كاد يسمع لها صوت من شدة الزحام قطت السماء وحق لها أن تقط ما من موضع أربع أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد ومن الملائكة منكر ونكير وهم الموكلون بسؤال القبر قوله ثم الأنبياء ورد حديث أبي ذر بأن عددهم 124 ألف الحديث اللي رأس لهم أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد فيه ضعف عن سيدنا أبي ذر الغفاة ضعفه الألباني بقت كلمة تضحة جديدة يعني تقول ضعفه الألباني وتسخسخ بالضحة لأنه ما كانش إيه ما كانش أهل للتضعيف لأنه عنده الحديث الضعيف كالمكذوب وده غلط عمر ما الأم قالت إن الحديث الضعيف حديث مكذوب عمر ما الأم قالت كده إلا هو جعل الضعيف كالمكذوب سواء بسواء غباوة ما بعدها غباوة عشان كده كل ما ضعفه الألباني كل ما تسمعه كده إيه تعمل إيه تضحك واخر بالك استخفافا باللي تجرأه على العلم ولم يتسلحوا بالعلم فكل كتاب محقق تقرى في الهامش بيستدل بالألباني في التصعيف والتضعيف ما تشتروهوش دي علامة كده ما تشتريش الطبعة دي لأن اللي حققه اعتمد على ما لا يعتمد علي تعمت بقى ازاي فدي علامة برضو كويس يعني برضو الألباني ده ريحنا في اختيار الطبعة اللي نشتريه فأي طبعة في الهامش كده يقول لك وقد صححهو الألباني اقفل دي ومش هشتري الطبعاني على طول انت اينا وانت ما تندمش أبدا تعمت ورد حديث أبي ذر رضي الله عنه بأن عددهم 124 ألف يعني الأنبياء والرسل عددهم 124 ألف ونستأنس بهذا العدد وعشان كده ما قلنا نستأنس ليه لا نعتبره عقيدة يعني لو ما أمنتش بيها قوي ما يجرىش حاجة لكن احنا نستأنس بيها فقط وعدد الرسل 313 بعدد أهل بدر وقلوا العزم خمسة قوله هو الحور نساء أهل الجنة وإن المرأة من الدنيا إذا دخلت الجنة فقدموها من الحور العين ولا تغار منهم والجنة ما فيهش غيرة بقى مش هيبعت النساء بيغيروا لا خلاص ونزعنا ما في صدورين من غل والغل والحسد والحقد والضغاء دي كلها ايه مش موجودة في الجنة ولا تغار منهم وتكون أجمل من الحور العين يعني المرأة اللي هتبقى من نساء الدنيا تدخل الجنة ربنا ينشأها ينشأ جديد تبقى بالنسبة للحور العين ملكة جمال يعني الحور العين بالنسبة لها الخدم بتوحى فلا غير في الجنة ومن كانت من أهل الدنيا ولم تتزوج يزوجها ربنا رجلا من أهل الجنة مات ولم يتزوج وإن كانت تتزوج من أكثر من زوج في الدنيا تلتحق بأعلىهم درجة أو تخير ومن الطبيعة أن تخترع عليهم درجة طبعا وذي رحمة عظيمة الولدان الولدان مخلوقون لخدمة أهل الجنة وذلك لكمال العناية بأهل الجنة من باب التنعيم الأولية وهم خواص المؤمنين الذين تتولوا الله بالعبادة والطاعة فتولاهم بالحفظ والعناية والرعاية وقد يجري على أيديهم الكرامة واثبتا للأولية كرامة وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري يعني فكل ما جاء به البشير صلى الله عليه وسلم نصدق به لأنه الصادق المصدوق يعني تقول لي أنت ليه بتؤمن بهذه الأشيان ولكن لأن الصادق المصدوق أخبارنا فصار كالضروري أصدقه أكتر ما أصدق عيني واضح وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام يعني إن قلت أشهد أن لا إله إلا الله خلي إله دي مش همزة وصل خليها همزة مكسورة تحت لا إله إلا الله فيها علم الإلهيات وإن قلت أشهد أن محمد رسول الله فيها علم النبوات والسامعيات فهذا معنى قوله كلمة الإسلامي ينطوي تحتها كل ما مضى من الأحكام وعلى شك هذا لابد أننا محاربنا نصححها لأن الوهابية بقوا المحارب بتاعتهم يكتبوا فيها الله الله وطول عمر المحارب يكتب الله محمد ليه الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد محمد الرسول الله فطول عمر محارب المسلمين كده لحد ما نشأ المذهب الوهابي خلوا محارب المسلمين الله الله وأنكروا الواسطة وهذا كفر إنكر الواسطة كفر وأصبحت مسجد بدعة وضرار فهمت تاخد بالك فكل إمام مسؤول عن مسجد يبسط للمحراب لو لا أكده يجيب واحد يصحح على طول مسؤول أنه صححها ولا يقبلها فهمت يعني يكتب عند الله يكتب تحتها أشهد أن لا إله إلا الله والنحية الثانية مكتب الله يكتب تحتها أشهد أن محمد الرسول الله فهمت يبقى أشهد أن لا إله إلا الله فيها كل الألوهيات وأشهد أن محمد رسول الله فيها النبوات والسمعيات لأن السمعيات عرفناها عن طريق النبي بردو فأكثر من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب يعني أكثر من ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه معنى فأكثر من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب أي أكثر من ذكر شهادة التوحيد والأدب هو التصوف وعلم السلوك المطابق للعقيدة فبعد الاعتقاد الصحيح لابد من العمل المصاحب للأدب والتزكية فتلتزم بأحكام الشريعة في ظاهرك وتسلك سلوك الأدب حتى تتحقق بالحقيقة وسلوك الأدب بالتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع النفس والخلق والحق فالطريقة هي السلوك والشريعة هي الأحكام الشرعية والحقيقة ما بطن في الشريعة من أسرار وحكم فلا تنفتح لك الحقيقة إلا بالتزام الشريعة سلوكا وأدبا ومن زادك أدبا زادك تصوفا والأدب كثير مع الله في الخلوة والجلوة بمراقبته وكسر الذكره والتزام شريعته مخلصا له الدين راجيا من أن يقبلك وأن تدوم التوبة كلما وقعت بالزلل ولا تملي من تكرار التوبة مع تكرار الزنب ولا تيأس من رحمة الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ومن ضمن السمعيات اللي مذاكرهاش نزول سيدنا عيسى آخر الزمن ومن ضمن السمعيات اللي مذاكرهاش الدابة وخروج الدابة ومن ضمن السمعيات اللي لم يذكرها خروج الشمس من مغربها وانقطاع التوبة ففيه سمعيات يبقى أولا ما ذكرش كل السمعيات ذكر لك نموذج وليس كلها ففيه سمعيات خروج المهدي المنتظر في آخر الزمن وهو الإمام العادل المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم من جات سيدنا الحسن وأن يجمع الله وبيه المسلمين بعد شتاتهم سنين طويلة يؤهل لنزول سيدنا عيسى فيظهر المهدي وفعد ثمان سنين ينزل سيدنا عيسى وما قالش الدجال وحيقتلوا سيدنا عيسى كل دي سمعيات ما قالهاش لكن تبقى عارفة تفهمت بقى ازاي فيبقى مش كل السمعيات مذكورة هنا لأن أصلا الخريدة الباية عملها على سبيل الاختصار وليس على سبيل ايه الاقتصار قول المصاب ما قالكش عذاب القبر لكن قالك سؤال القبر فحينبني على سؤال القبر ايه عذاب القبر فيمتوا هكذا بقى يبقى مش كل السمعيات مذكورة هنا لكن الدك نماذج مهمة فيها ثم بعد ذلك لك أن تطالع سنة الحبيب وكلما أخبر الحبيب عنه صارك الضروري واضح وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدن لهم عدابا أليما قول المصنف ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب والذي يجعلك مواضبا على الأدب وخوفك ورجاءك ولذا قال المصنف وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائ أي حال الدنيا أما على فراش الموت فغلب الرجاء على الخوف وفي الحياة غلب الخوف من الله لأن من خاف الله لن يعصيه فيكون حالك في المعصية الرجاء فيجعلك تقلع عنها والرجاء بأنه سيغفر لك أما في حال الطعف يغلب عليك الخوف ألا تقبل حتى لا يكون لك اعتماد على العمل لذلك قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي حال فعلهم للأعمال الصالحة ويشعرون بالخوف مع الأعمال الصالحة حتى لا يركنوا للعمل ومن علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل كما قال صاحب الحكم أي عندما تقصر يقل رجاءك يقل رجاءك خليها همزة على واو فوق واو كده رجاءك ويكثر خوفك وعند الطع يزيد رجاءك برضو خليها همزة فوق واو ويقل خوفك لأنك تقابل ربك بعملك أما لو زاد رجاءك برضو خليها همزة فوق واو لأنه فاعل أما لو زاد رجاءك عند التقصير وزاد خوفك عند الطع فأنت معتمد على الله فعليك أن تعمل العمل ولا تلتفت له فملتفت لا يصل فإن سألك الله بما قابلتني تقول بثقة فيك ورجاء فيك فتنسى عملك بالكامل لأن الله عز وجل والذي وفقك وأعانك على العمل وعلى الحقيقة هو الذي عمل وليس أنت ولذا لابد عند المعصية أن تغلب الرجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قول المصنف وسر لمولاك بلا تنائي بلا تأجيل فلا تؤجل عمل يوم إلى الغد يقول الإمام الشفعي صحبت الصفية فتعلمت منهم أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك أي إن لم تقطعه بالطاعة قطعك بالمعصية إذن يجب أن تسير إلى مولاك بلا تأجيل ولا كسل لأن المنافق يقوم بكسل وتأجيل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وأثقى الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنه يعبد الله للناس فيذهب للصلاة في النهار كي يراه الناس سارعوا بالأعمال قطعا كقطع الليل المظلم لذلك قال الصفية قصر الأمل يمنع من التسويف لما تستشعر أن الموت قريب قوي تخاف تأجل فتروح ليصلي العشاء خايف لا تنام ما تقومش مش تقول لما نام وما بقوا ما بقى صلي ممكن ما تقومش ياما ناس نامت وما قامتش وكانت نايمة صحيحة وما تشكر قصر الأمل يمنع التسويف عندما تشعر أن عمرك جائز أن ينتهي في أي لحظة فلا تسوف والذي يولد والذي يولد قصر الأمل كسرت ذكر الموت وزيارة الموت على شكرا لما يزوروش الموت تلاقيهم عضين على الدنيا تعرفهم مين وزيارة الموت لذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات هذه هي الطريقة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة والطريقة والحقيقة فالطريقة هي الأدب سلوك الأدب والمداومة على العمل والمصارعة فيه كل دي أداب والأداب دي هي دي التصوف فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة اللي هي الأحكام والطريقة اللي هي سلوك الأدب والحقيقة اللي هو الاعتماد على الله في كل حال وليس الاعتماد على سلوكك والعملك فالشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده قول المصنف وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار عايزين نخلص النهاردة الخريدة ممكن فحناخد ساعة ونص ممكن خدنا من الساعة ونص الساعة وست دهائي قربنا تفقنا عشان نخلص بس الخريدة لان انا الخميس الجاي واخد اجازة فاحنا هندي النهاردة درس خميسين كويس والخميس الجاي اجازة واللي بعده نتقابل ان شاء الله هيكوننا في ايه في المولد النبوي لان شهر ربيع خلاص ربيع الاول بدأ يعني هيبدأ قريب والوهبية هيبدأوا على الفيسبوك والواتساب يحذرون من الاحتفال بالمولد النبوي كالمعتاد واحنا كالمعتاد هنحتفل بالمولد النبوي كل يوم في ربيع لان مخالفة الوهبية عبادة وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار اي كلما وقعت بذنب استغفر وتب منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من مئة مرة وهو المعصوم واستغفار لذنوب امته لانه امر بذلك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاستغفار للذنب الواقع في حقي من الكفار فاقول اغفر لقومي فانهم لا يعلمون واستغفار للمؤمنين باستغفار الله عنهم في اليوم اكثر من مئة مرة لا تيأسا من رحمة الغفار ان الله يغفر الذنوب جميعا لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون قول المصنف وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا لانك مع الله بين عطاء ومنح وقبض وبسط وبين جمال وجلال فان كنت من اهل النعمة فلا تعصي الله بالنعمة فمن اول شكر النعمة ان تنسبها الى الله عز وجل ما تقولش ايه بجهدي بزكائي بخبرتي لا بفضل الله يبقى اول حاجة في شكر النعمة انك تنسبها انها من الله وتقنع بها تاني حاجة وتطيع الله بها تالت حاجة ولا تعصي بها رابح حاجة فلا تنفقها الا في طاعة الله ومن شكر النعمة ان تشكر الناس الذين ساق الله النعمة اليك على ايديهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله لذلك يجب ان تبرى بوالديك لانه مسبب في اول نعمة عليك وهي نعمة الوجود اشكر لي ولوالديك الي المصير واشكر لي لانه هو اصل الوجود ووالديك لانه مسبب الظاهر لوجودك فاجب عليك ان تشكر النبي صلى الله عليه وسلم لان كل نعمة وهداية فمنه وبسببه صلى الله عليه وسلم فما من نعمة تساق اليك الا من يديه لانه عين الرحمة ووسطة الرحمة ومن شكره محبة آله وصحبه وأمته وكل مسلم انتسب له ومن شكره أن نكون رحمة للعالمين لأنه رحمة للعالمين لذلك قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والراحمون يرحمهم الله وتشكر شيخك وتشكر أستاذك وتشكر الذي علمك الصنعة وهكذا تكون معترفا بالجميل وليس ناكرا للجميل فالمسلم يعرف الفضل لأهل الفضل وكن على بلائه صبورا الذي هو القضاء والقدر خيره وشره حلو ومره فلا تجزع ولا تكثر الشكوى لغير مولاك وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فالقضاء هو المقضي والقدر هو وقت ظهور المقضي فلا تتعجل ما أراد الله تأخيره ولا تستأخر ما أراد الله تعجيله بل سلم الأمر لله يظهر ما أراد وقت ما أراد فلا يكن تأخر الله لك بالعطاء مع الحاحك بالدعاء موجبا ليأسك لأنه ضمن لك الإجابة على ما يريد لا على ما تريد في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد وكل مقدور فما عنه مفر فالعوام يقولون المكتوب ليس منه مهروب دعوام المصريين مثلا المكتوب ليس منه مهروب هي مهرب بس خلالها على وزن ما مكتوب علشان الأفية تحكم فقال لك المكتوب ليس منه مهروب وذي أمثلة عمية فيها حكمة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم أي ومن يؤمن بالقضاء والقدر يهدي قلبه ويرزقه الرضا فكل هذا مستمد من القرآن والمهم أن يكون سلوكا في حياتك فكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلم فما سميت مسلما إلا لأنك سلمت أمرك لله فكله مسلما منقادا مستسلما ولقضائه مفوضا حتى تسلم من الاعتراض الذي يؤدي إلى الحجاب واتبع سبيل الناسكين العلم ويعبد الله على علم لأن أخطر الناس على الناس عالم فاجر وعابد جاهل فالعالم الفاجر صد الناس عن العلم بفجره والعابد الجاهل صد الناس عن العبادة بجاهله فاجمع بين الاثنين التنسك والعلم فتعلم وعمل وواضب حتى تلقى الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واتباع الناسكين العلم قال عنه سيدنا لقمان واتبع سبيل من أناب إليه أي يسلك الطريقة الموصل إليه أي خذ الطريقة من الشيخ فاختر الصاحب قبل الطريق قول المصنف وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام بالأسحار في الطريق إلى الله عز وجل تجد عقبات ومطبات الحقد والحسد والطمع والتعلق بالشعوات والعجب وغير ذلك فوجب عليك تنقية القلب من علائق وعوائق الطريق فالطريق معنوي تسلك فيه بقلبك فكلما كان القلب سليما كان الطريق سهلا ميسرا والأغياري كل ما سوى الله بالجد بدوام المراقبة مع مخالفة النفس على مقتضى العلم والعزيمة ولا تكن من أهل الرخص لأن طريق التصوف طريق أهل العزائم فجاهد نفسك على الدوام فلو أطعتها في المباح قوية فطلبت منك المكروه وإن أطعتها في المكروه قوية فطلبت منك الحرام فافطمها من بعض المكروه حتى لا تقوى وتطلب منك فعل الحرام والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا والقيام وقت الصحة وقت قبول الدعاء وأن تطلب من الله أن يعينك ويخلص قلبك من الأغيار فتكثر من الاستغفار والقيام بين يدي وهذا حل الأنبياء والأتقية والأولية قول المصنف والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام التفكر للاتعاد والذكر للبعد عن الغفلة حتى تتخلص من كل معصية ومن كل ما فيه إساءة أدب كي ترتقي من النفس الأمارة إلى اللوامة ثم إلى الملهمة ثم إلى الراضية ثم المرضية ثم إلى الكاملة فلابد أن تسلك هذا الطريق وأقوى ذكر للنفس الأمارة واللوامة ولا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا الذكر يحرقها حرقا فتجلس متوجعا للقبلة وأنت متوضئ مغمد عينيك وتستغفر الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشرع بلا إله إلا الله تبدأ باليمين لا إلهة ثم إلى القلب إلا الله تقول لا إلهة إلا الله كأنك بتملى الله في قلبك والطريقة دي بيانها النبي على فكرة للصحابة لا إلهة إلا الله لا إلهة إلا الله وإنت قاعد كده في ظلمة والوحدة وتكررها كثيرا حتى يمتلئ قلبك بالله ثم إلى القلب إلا الله مع إغماض العين كأنك تملأ قلبك بالله وإغماض العين يؤدي إلى سرعة تنوير القلب وعدم اشتغال العين بالأكوان ولا إلهة إلا الله من أوراد طريقتنا نقولها صباحا من مئة إلى ألف ونقولها مساءا من مئة إلى ألف ولابد أن تملأ قلبك رجاءا لله وخوفا من الله ومحبة لله ثم تختمها بسيدنا محمد رسول الله فإذا ختمت ذكرك فامكس في مكانك لحظة فانتظر الوارد ولا تشرب الماء بعده مباشرة حتى لا تطفي حرارة الذكر وكل ذي أداب فإذا ارتقيت إلى النفس الراضية فذكرها الله 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 فإذا ارتقيت إلى النفس المرضية فذكرها هو هو ذكر هوية الذات والمطمئن ذكرها حي 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 والمرضية قيوم 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 يمكن أن تكون النفس في مقام في لحظة ثم تنتقل إلى آخر في لحظة أخرى فتكون أمارة بالسوء وقت المعصية ثم لوامة وقت التوبة ثم مطمئنة عند دوام الاستغفار ثم كاملة عند استقبال الواردات لذلك يصل العبد إلى مقام من مقامات التجلي والترقي ونفسه لا تحدث معصية أبدا هناك يقال له أي في الهاتف الرباني افعل ما شئت فقد غفرنا لك افعل ما شئت من الطاعات لأنك لن تفعل المعصية بتوفيقي والذي يسميه بعد آل التصوف ولا تفهم الناس معناه رفع التكليف أي يعمل بلا كلفة وده مقام أهل بدر فأصبحت الطاعة سجية ولا تطلب نفسه إلا الطاعات ولا تخطر علي المعصية وهذا يحصل لبعض النفوس الكاملة المرضية لذلك قال بعض الأولية قيل لي افعل ما شئت فلا حرج عليك فافهموا الناس غلطا ويتهمون الصوفية بترك العبادات ومعناه افعل ما شئت من الطاعات لأن نفسك حفظها الله فلا تأمرك إلا بالطاعة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بدر كأن الله طلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني افعلوا ما شئتم من المعاصي فقد غفرت لكم افعلوا ما شئتم من الطاعات فقد غفرت لكم اي سترت قلوبكم عن فعل المعاصي أي حفظتكم من أن تعصوني إلى أن تلقوني قول المصنف مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال أي مقامات النفس حتى تصل إلى الكاملة قول المصنف وقل بذل ربي لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني أي داوم الطلب من الله أن يوفقك إلى الموظبة على طاعتك لأنك في كمال الفقر إلى الله قول المصنف من سرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمى حسن الختام فيبقى كل رجائك فيبقى كل رجائك رجائك خليها همزة على إيه سموه همزة على نبر عشان مكسورة فأبقى كل رجائك أن يختم لك بخاتمة السعادة ويأن تموت على كمال الحال من الإسلام والإيمان بغير تخليط قول المصنف والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم نسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاتها وكاتبها وبأصل سلوكه وطريقه وبأولياء الله الصالحين وأن يحققنا بحقائق القرب ويسلك بنا مسألك أهل الجذب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله نلتقي الخميس بعد القادم في عقيدة العارفين بالله التي أوردها الإمام عبد الكريم القشيري في الرسالة القشيرية اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صلوا عليه الصلاة على مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومدادة كلماتك كلما ذكرك ذكرون وغفر عن ذكره الغافلون